طيب رباب عصام بتقول أعرف إزاي دي بعاني من الأنيميا يعني إيه العراض وهل في تحليل مثلا معينة أعملها وإزاي أقي نفسي من الإصابة بالأنيميا وجزيل الشكر أعرف أن أنا ممكن أكون عندي أنيميا من لو هتكلم على اللي أنا بحس بيه تعب دائم حتى أنا مش مثلا في جيم ولا حاجة فراجع تعبانا لأ هو أنا تعبانا وإنا صحيح منهم قاعدة عتفزين أنا حاسة بتعب صحيح ناس كتير بتعاني من ذلك التعب والإرهاق ممكن ضربات التاكي كارزيا ضربات القلب العالية ممكن ديء التنفس ألم في الصدر الشعر اللي بيقع الوش الشاح بالمسفر الإيد والرجل اللي على طول بردين ومنميلين دول ممكن يكونوا أعراض نقص الحديد وفيتامين بي 12 اللي اتنين مع بعض يعني ده مهم التحاليل للسي بي سي أكيد هي اللي بتبين لي اللي هو كومبليت بلد بيكتر بيبيني لهم جلوبين عند الست المفروض ما يقلش عن 12 ونص أو 12 عند الرجل بنسيب له واحد يعني بيبقى 13 لأن الستة بانتعار في وقت الدورة الشعرية بتفق الدم يعني فالليزم تعمل تحليل السي بي سي تتأكد من هموغلوبين وتتأكد من النسبة الحديد والدعم بقلب مالتي فيت اللي بيدعم كرات الدم الحمرة لاحتواء على كوبالامين موضوع الأنيميا كمان يا دكتور أبو تصححيلي مالوش علاقة بالوزن يعني في ناس تخينة وعندها أنيميا طب هذا ازاي برضو بيأكلوا الأكل المستحي اللي بتخن والحديد عندهم ما بيطلوش عاكل في حديد والحديد ما بيمتصش يعني حتى لو بيأكل في حديد المعدة مش بتمتصوا بيسموه المعدة للملك مش صعب الامتصاص الحديد بيحب الزنك وفيتامين سي اللي اتنين بيساعدوا على الامتصاص وده داخل موضوع التخن والخصصان مش علاقة بالقلمة إطلاقا يعني كل اللي انت عايزه بس كل أكل صحي عشان في الأول وفي الآخر انت بتحسب عليك الأكل اللي بتاكله فكل أكل صحي بدل ما تقعد تاكل 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 يأثر على الشكل العام ولكن من الداخل كارثي يعني احنا فغينا عن ده فعلا شكرا 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 شكرا